السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفصل حيث سوف نتكلم على كيف تشتري domain.com أو .net أو أي domain تريد .org أو .info أو أي شيء تريد وكيف تفتح متجر في منصة يوكان وكيف تربط الدومين بمتجرك حيث هذا ما سوف يحتوي عليه هذا الفصل كيف نشتري domain.com أو .net خطوة بخطوة كيف تفتح متجر في منصة يوكان كيف تقوم بربط الدومين مع متجرك عن طريق إدخال الإعدادات الصحيحة سوف أتشارك ذلك خطوة بخطوة لحد ربط الضومين مع المتجر وسوف أريك أنه تم الربط بنجاح بإذن الله مبروك عليك صار عندك متجر احترافي الآن الفيديو الذي سوف يلي هذا الفيديو القادم سوف يكون حول كيف تجعل متجرك جائز لتبدأ البيع على الانترنت وأسرار تجعله يحول نسبة عالية من الصور إلى مشتري الفيديو الذي بعده سوف يكون حول كيف تختار المنتج الذي تبيع على الانترنت وأمثل المنتجات قمنا ببيعها وحققنا منها ملايين الدولارة وهناك سر سوف أشاركه مع لما سوف أري المنتجات هناك سر بسيط جدا لا يتكلم عليه 99.99 سوف أشاركه معك بعدها الفيديو الذي يليه كيف تصنع فيديو للمنتج الذي تريد بيعه فيديو يجعل مشاهد الفيديو يتلهف لشراء المنتج حقيقة هذا هو السر وهذا ما يجب أن نصل إليه سوف في هذه الطورة بدأنا خطوة بخطوة حتى شخص مبتدئ شخص ليس له أي دراية بمجالة اشتجارة الإلكترونية وليس له أي خبرة في مجال الإعلاميات والانترنت ويعني فقط سوف يطبق ما جاء في الطورة وسوف يحقق نتائج بإذن الله بعدها فيديو عن ما هي إعلانات فيسبوك وما هو البيكسل فيسبوك بيكسل وكيف يمكن ربط متجرك بإعلانات فيسبوك عن طريق البيكسل بعدها فيديو كيف تصنع أول حملة إعلانية لك على إعلانات فيسبوك وتعال معي ساعتها لنشاهد المبيعات تأتي مباشرة بعدها سوف نستمر في إعلانات فيسبوك بعدها سوف تكون حملات إعلانية مباشرة على كل الدول العربية ونشاهد مباشرة المبيعات تدخل وسهولة تحقيق المبيعات باستعمال منصة يوكان سوف نقوم بإطلاق حملات لتكون كمثال لك وديمو في المغرب الجزائر تونس مصر وباقي دول الخليج وباقي الدول العربية سوف تصدم من النتائج أخي المجال جد سهل ولكن هناك ناس لا مصالح أن تعقدها حتى لا تلتحق أنت بهذا المجال ولا يعلمون أن السوق كبير ولا يستحق كل هذا المكر والخدار صراحة المجال جد سهل مهتم بمجال التجارة الإلكترونية وتحقيق الطروة وتطوير الدات تابعني على إنستغرام سيمولايف.com هو الإنستغرام الخاص به متأكد أنه سوف يعجبك سوف أتركه لك لتشاهد المحتوى بعد على إنستغرام لا تنسى متابعتي على صفحتي سيمولايف.com وكذلك لا تنسى متابعتي على تويتر إنستغرام فيسبوك تويتر لا تنسى واتركنا نبدأ الآن سوف نقوم بالشرح لحجز دومين.com أو .net أو أي دومين نريده على شركة دينا دوت هي التي سوف يتم عليها الشرح وشخصيا هي الشركة التي نستعملها دائما أول شيء سوف تبحث على اسم دومين فمثلا لو كتبت يوتيوب فسوف يقول لك بالتأكيد أنه غير متوفر لأنك لا يمكن أن تحجز دومين تم حجزه مسبقا وكذلك ال .live .site .club .us كلهم محجزين فالآن سوف نأتي هنا وسوف نبحث عن دومين آخر مثلا سوف نقوم بكتابة متجر الآن بعد أن كتبنا متجر قال لك متجر .co has been registered سوف نقول نريد متجر .com متجر .com بطبيعة الحال سوف يقول لنا فهو محجوز ولا يمكن نحجزه ولكن هنا يقترح علينا متجر .org ويقول لك متوفر مقابل 8.99 دولار في السنة وهنا extensions أخرى مثلا .live سوف يكلفك فقط 2.85 دولار في السنة متجر .biz نفس الشيء 8.99 متجر .us سوف يكلفك فقط 2.49 للسنة الأولى ولكن السنة الثانية 7.99 كما ترى هنا السنة الثانية 14.99 يعني هنا نقصد هنا نقصد كم الثمن الذي سوف تدفعه السنة الثانية والثالثة والرابعة للتجديد لتجديد حجز الدومين لأنك إن توقفت عن دفع الثمن سوف تفقد الدومين كما ترى قال لنا متجر .com هو محجوز سوف نقوم مثلا نريد أن نحجوز متجر .com متجر .com كما ترى قال لنا متجر .com متوفر كل ما سوف نقوم به الآن هو الضغط على التو كارت كما ترى التو كارت لنضيفه للسلة لندفع فيما بعد كما ترى السعر هنا 7.99 دولار السنة الأولى 8.99 دولار للسنة الثانية وللتجديد فيما بعد السنوات التي بعدها أنصحك أخي إن لم يكن معك المال الكثير يبدأ بدوت كلاب يبدأ بأي ضوماية رخيص .us يبدأ بأي رغم أن لا أنصحك إن لم تكن تتوفر على عنوان في أمريكا يمكن أن تضع أي عنوان ولكن لا أنصحك بذلك أخي يمكن أن تحجز .uno أحجز أي شيء يا أخي .best مثلا أحجز أي شيء واحتفظ بباقي الدولارات يمكن أن ترفعك في شيء ثاني المهم لو كنت صراحة الناس تحترم .com الناس شخصيا تحترم .com فهو الأكثر شهرة متجري .com اسمك الشخصي .com اسم البراند والماركة الخاصة بك بالفرنسية نقول مارك وبالإنجليزية نقول براند المهمة الخاصة بك .com سوف تأتي هنا وبعدها سوف تضغط على Add to Cart هنا سوف تضغط على Add سوف يظهر لك هكذا وبعدها سوف نضغط على View Cart يعني لنرى السلة والمحتوى الموجود بها سوف نجد أنه تم إضافة .com هنا تختار كم سنة تريد حجزه يمكن أن تدفع من الأول أكثر من سنة ثلاثة تحجزه لعشر سنوات لو حتى .com الخاص به محجوز لعشر سنوات .com أغلى دومين في المغرب أغلى صفقة دومين في المغرب 540 ألف دولار مقابل .com وهو اسم الدولة فهو دومين الحمد لله كان للشرف أن أحضى به مقابل أكبر صفقة دومين في تاريخ المغرب مقابل 540 ألف دولار المهم اتركنا يا أخي الآن سوف نختار كم سنة اتركنا في سنة واحدة فهذا الشرح فقط شرح تبسيطي لبسيط لك الأمور .بعدها سوف تضغط على تشيكاوت تشيكاوت يعني سوف نتجه إلى الدفع .بروك سوف يسألنا هل لدينا حساب في شركة دينا دوت أو نريد صناعة حساب .أنت أكيد لم يكن معك حساب وهذه المرة الأولى فيجب أن تملأ هذه المعلومات كلها وتصنع لك حساب شخصي .سوف أقوم كما كذلك بفتح حساب جديد حتى أشرح لك كل شيء خطوة بخطوة سوف أرضع هنا .سيمولife.com مثلا .اليميل سوف أضع الإيميل الخاص بي .سوف أضع الإيميل الخاص بي .الباسورد سوف أرضع أي باسورد لا يهم .الإيميل الأقل يجب أن أضع إسمك الحقيقي، نسبك الحقيقي وإسم العائلة الحقيقي .بعدها يجب أن أضع رقم الهاتف الخاص بي .العنوان يجب أن أضع عنوان البيت الخاص بي 111 .سوف أخفي هذه المعلومات هنا يجب أن تدخل كيف سمعت بالشركة كيف سمعت بها يعني يمكن I don't know مثلا لا تعرف عن طريق صديق أو فاميلي ممكن تختار صديق أو عائلة الآن يجب أن ندخل هذا ما نرى هنا سوف نضغط على R3A6X4 سوف تختار هنا إن كنت تريد أن تتوصل بالإعلانات الإشارات والعروض لا 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 أنا شخصيا لا أقوم بذلك وهنا أنك موافق على سياسة الموقع بعدها create account ونتوكل على الله بعد تدار لنا الكثير من وسائل الدفع يمكنك الدفع ما يعجبون في دينادود هناك الكثير من وسائل الدفع يمكنك الدفع عن طريق credit card يمكنك الدفع عن طريق paypal يمكنك الدفع عن طريق scroll يمكنك الدفع عن طريق تحويل bonkey لا أعرف لا توجد شيكات كنا في المارضة نتعاملهم عن طريق شيكات أرى اليوم أن الشيكات غير متوفرة ربما لأن اخترت البلد الذي أوجد فيه حاليا وهو تايلند شخصيا أفضل الدفع عن طريق credit card سوف أقوم بإدخال credit card الخاصة به الآن هي عبارة عن ماستر كارد وتركوني أخوان لو أدخل الأرقام بعد أن تدخل كل المعلومات الخاصة بك بعد أن تقوم بإدخال كل المعلومات الخاصة بالcredit card الخاص بك أو يمكنك أن تختار paypal بعدها سوف نضغط على submit order يعني سوف نقوم بإرسال الطلب وبعدها مبروك عليك مبروك عليك الآن سرت أنت صاحب الضومين الذي قمنا بحجزه الضومين الذي قمت باختياره في هذه المرحلة أن مبروك عليك فبعد دقائق بعد ثواني بعد دقائق سوف يكون تم حجزه بإسمك وصار ملكك في هذه الصفحة تظهر لنا كل المعلومات كم دفعنا كل شيء بعد قيمة كل ما دفعنا 7.99 الآن سوف نتجه هنا سوف نضغط هنا وبعدها اتجه إلى my account اضغط على my account أول شيء سوف يقوم سوف يقول لك يجب أن تضع سؤال سري وبعدها يجب أن تضع جواب وهذا سوف كل مرة سوف يقومون بسؤالك السؤال السري مثلا الذي سوف نضعه سوف أخفي كل هذا صراحة سوف تدخل السؤال السري هنا سوف تدخل الجواب الجواب مثلا your best friend اسألني من هو صديقي سوف أكتب اسمه صديقي وهنا سوف تختار تاريخ الازدياد الخاص بك مثلا اختار تاريخ الازدياد الخاص بك أنت بعد أن تضغط save مباشرة سوف ترى الضمين الذي دفعته وهو معك لحد 2021 يعني سنة من اليوم الذي حجزته فيه يعني نفس اليوم من السنة القادمة ومبروك عليك الآن صار عندك ماتجاري دوت كوم عفوا صار عندك الضمين الذي قمت بحجزه بطبيعة الحال لا يوجد شخص الآن في العالم يستطيع حجز ماتجاري دوت كوم لأني حجزته أنا هو الشخص الأول الذي أخذه يمكنك أن تحجز ضمينات أخرى ومبروك عليك تعالى يا أخي الآن ما الذي سوف نقوم به الآن سوف نقوم بربط آه الضمين هذا مع متجر يو كان أتركنا نذهب إلى يو كان دوت شوب لنفتح متجر على يو كان الآن يتم تحميل يو كان يوو تم تحميل الموقع الآن سوف سوف نضغط على ابدأ لكي نبدأ بالتسجيل الآن سوف ندخل هنا وسوف نضع الاسم الذي نريده ما هو .youcan.shop ما الذي تريد سوف نقوم بgo متجاري مثلا نضع سالة نعم متوفر إن لم يكن متوفر سوف يظهر لك هنا بالأحمر مثلا سوف نكتب متجر أكيد هناك شخص وضع متجر قبلنا سوف نضع go متجاري سوف نضع اسم لن يكون شخص قام بحجزة قبل منه وسوف تظهر العلامة أخضر يعني أنه متوفر مبروك الآن سوف نقوم بإدخال الإيميل نفس الإيميل .gmail.com وبعدها سوف ندخل الباسورد الخاص بنا ولا تشاركه مع أي شخص sign up وسوف يبدأ التسجيل سوف يطلب منك المعلومات قم بإدخال معلوماتك اسمك وكل شيء أدخله حقيقي Simulife establishment رقم الهاتف العنوان العنوان الشهير الدولة سوف نختار البلد الذي نريد فتحه فيه المدشر وهو المغرب لأنه إن فتحته في المغرب سوف تتوفر لك يمكن أن تدفعه عن طريق credit card مغربية التكاليف وكل شيء وبعدها سوف نقوم بإدخال المدينة هنا وبعدها نقوم بإدخال zip code وبعدها سوف تختار متجر ركز معي سوف تقوم باختيار أي لغة تريدها في متجرك اسمعني جيدا من البداية قرر المتجر بالفرنسية أو بالعربية أو بالإنجليزية وقريبا قريبا بعد أسبوع وسبوعين سوف يكون هنا قائمة من اللغات الروسية الطايلندية الصينية الألمانية الأيطالية الكثير 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 من اللغات إخوان الكثير من اللغات وطركنا نفتح متجر باللغة العربية بماذا تريد بأي عملة تريد هذا المتجر سوف نضع الموروكن جيرها أو إن كنت من مصر يمكن أن تختار الإيجيبتين باوند إن كنت من الجزائر اختار الألجيريان دينار إن كنت من تونس اختار لا 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 تركيش ليرا هذه خاصة بالتركيين تونيزيان دينار المهم اختار العملة المناسبة للبلد الذي تريد البيع فيه سوف نقوم بالرجوع إلى موروكن جيرها هنا يظهر لنا دائميم دائميم هنا تظهر لنا دائميم شخصيا أكره دائميم لا أحب أن أكتب الدرهم الدرهم المغربي أو الدنار الجزائري أكتب إجعل للعملة تظهر الناس شخصيا في المتجر question للدرهم المغربي. الان يتم صنع السطور الخاص بنا ليكون جايز بعد بضع ثواني. اوو. الان صار جايزة. اخوان تعالوا توكل على الله خطوة بخطوة. اول خطوة يقول لك اول خطوة لتفعيل المتجر الخاص بك. يجب ان تقوم بتأكيد اليميل الخاص بك. سوما يجب أن نتجها للايميل قم بفتح الايميل سوف تجد انك توصلت برسالة. لقد توصلنا بالرسالة يا اخوان تكون على هذا الشكل اضغط على يور ايميل. سوف تظهر لنا يور اكاونت هاز بين فيريفايت بليز لوغين اجين تو كانتيني. مبروك الان سوف نقوم بادخال بادخال الايميل الخاص بنا ونفس الباسورد. وبعدها سوف نضغط على لوغين. مبروك لم يبقى الا خطوتان. الان قمنا بالتفعيل السطور الخاص بنا عن طريق تأكيد الايميل. يجب ان نضيف وسيلة للدفع. اد يور بيلينج. كما تعرف يو كان لا تقوم بالدفع مسبقا. فقط يمكن ان تشتري فقط واحد دولار في البالنس لتفعيل السطور الخاص بك. يمكنك اشتراء باستعمال كريديت كارد مغربية. هذا يظهر فقط ان فتحت السطور وادخلت ان الدولة المغرب. انترناشنال كارد. ان كانت معك انترناشنال كريديت كارد. الدول الثانية لا يظهر لها مركن لوكال كارد. فقط المغاربة من يظهر لهم هذا. سوف يظهر لكم فقط انترناشنال كارد وبيبال. يمكنك دفع اه خمسة دولار بايبال واحد دولار بايبال لتفعيل السطور الخاص بك. يمكنك استعمال انترناشنال كارد. عموما عموما يو كان لا تأخذ منك اي شيء مسبقا فقط لتفعيل السطور ومعرفة انك شخص جدي حتى لا لا يتم تعرض يو كان لسبام وان تجد ان الناس تفتح سطورات كثيرة ولا تشتغل بها. ففقط الاستعمال بايبال. يمكن ان تستعمل بايبال الخاص بك. انترناشنال كارد وادخال الكريديت كارد الخاصة بك. مركن اه لوكال كارد. سوف انا شخصيا لاني لا اتوفر على صراحة على مركن لوكال كارد. كل السنين الماضية كنت عايش خارج المغرب. اه اخر السنة رجعت جلست مع والدي دي ستة شهر وبعدها تركت المغرب. المهم عموما سوف نقوم بادخال الكارد الخاصة بنا هنا. سوف سوف نقوم بادخال الكارد الخاصة بنا. اخوان ترون اني ادخل سيمو لايف وتتفاجأون كيف اضع اسمي سيمو لايف. لان فعلا الكارد الخاصة بي مفتوحة باسم سيمو لايف لان سيمو لايف هي اسم الشركة. والكارد اه صاحب الكارد مكتوب حتى على الكارد. الكارد مكتوب عليها سيمو لايف. يعني لهذا السبب. يجب ان تضع اسمك الحقيقي. فهنا مالك الكارد اسمه سيمولايف فسيمولايف اسم شركة والشركة قمنا بفتح حساب بنكي بها وبعدها حصلنا على الكريديس كارد لهذا الكارد دراني دائما أكتب سيمولايف حتى في ما هو اسمك ما هو لقبك ما أضع سيمولايف حتى لو طلبوا من الأوراق في بعض المواقع يطلبون منك الأوراق المرجو تأكيد هذا الاسم وتأكيد أنه فأقوم بإرسال أوراق الشركة لا يوجد أي رفض نهائي ولم أتعرض ضعوف بعض المرات يقولون دخلت معلومات خاطئة دخلت اسم الشركة في اسمك الشخصي فيقولون سوف نقوم بإصلاح المشكلة ويقومونها بإصلاح من جاتهم الآن نتركونا ندخل الكريديس كارد الخاصة عموما يا إخوان لأن كنت تريد أن تحتفظ بها هذه الكارد ليتم استعمالها في المستقبل اضغط على Save this card for future users إن لم تكن تريد الاحتفاظ بها لا يوجد أي مشكلة تركها هكذا شخصيا سوف أحتفظ بها لكي لا أقوم بإدخالها كل مرة Buy credit إخوان كما ترى وقمنا بإضافة خمسة دولار للبالنس الخاص بنعليو كان ضف دولار ضف أي شيء كل ما يهم هو أن تحقق مبيعات الآن وبعد أن تصل لخمسة وعشرون دولار حين سوف يطلب منك الدفع يعني بعد أن تحقق مدخول عشرة تلاف دولار بعد أن تتحقق من كل الطلبات الداخلة إليك عشرة تلاف دولار في المجموع حين سوف تدفع فقط صفر فاصل خمسة وعشرون في المئة لا توجد على أي منصة لا توجد أي منصة لا تدفع شهريا لا تدفع مسبقا وبعدها تدفع فقط صفر فاصل خمسة وعشرون صغيرة جدا يعني وبعد يعني أن منصة يوكان ما يعجبني فيها أن تتق فيك وتتركك تشتغل أولا وبعدها تدفع يعني بعد أن تحقق ما يعادل عشرة تلاف دولار سوف تكون هنا أن ما يلزمك دفعه هو خمسة وعشرون دولار وبعدها سوف تقول لك المنصة لقد حان وقت الدفع بعد أن تدفع خمسة وعشرون دولار المرة الأولى والتانية المنصة شركة يوكان توفر لك كريديت لاين لخمسين دولار سوف تقول لك نحن نتشغل فيك اذهب واشتغل بعد أن تحقق بعد أن تحقق عشرين ألف دولار تعالوا وادفع خمسين دولار ثاني شيء مرة التالتة يجب أن تحقق كذلك عشرين ألف دولار تدفع خمسين دولار وبعدها مجددا يجب أن تحقق أربعين ألف دولار لأنه سوف تعطيك كريديت لاين بمئة دولار وبعدها مئتين دولار وبعدها خمسمائة دولار يوكان ما يعجبني فيها هي أن تبحث على أن تكون شركك للمدى البعيد يعني لا يهم ويدفع لعن تفضل أي شيء تريدو يجب أن تدفع مقابل أي تطبيق مقابل أي شيء يجب أن تدفع وطرقنا من كل هذا يجب أن نذهب للآن هنا سيظهر لنا كيف يريد الناس أن تدفع يوكان توفر لنا ندفع الناس يعني زوار زوار الموقع ندفعوا لنا عن طريق بايبل إن كنت تتوفر على حساب بايبل قم بإدخال إيميل لك هنا ويدغط أبديت سوف نركز في الشرح كثيرا على الدفع عن طريق الاستيلة هناك إخوان يشرحون الآن وسوف يشرحون في المستقبل دروب شيبين عن طريق منصة يوكان والناس تحقق 50 ألف دولار في اليوم 60 ألف دولار في اليوم تستعمل منصة يوكان في الدروب شيبين وخصوصا أن سترايب يمكنك إضافة أكثر من حساب سترايب إضافة الحساب الأول والثاني والثالث والرابع ويتم اقتسام فيما بينهم حتى لو تم إغلاق حساب لا تتأثر باقي حساباتك ولا تضع البيض كله في سلة واحدة ولهذا لا يوجد إلا على منصة يوكان أتركنا سوف نقوم ب أتركنا أولا نرى المتجر الخاص بنا سوف تأتي هنا تضغط هنا وبعد يور ستور هذا هو المتجر الخاص بك كما ترى هكذا هو يظهر المنتج الأول المنتج الثاني هكذا هي تظهر المنتجات ويجب عندما تقوم بتغيير المنتجات وحذف كل المنتجات ووضع منتجاتك حذف كل هذه الصليدات ووضع الصليدات الخاص بك تغيير كل شيء يمكنك تغيير فيوكان يمكنك أن تتحكم بأي شيء اي شيء اي شيء ترونه يمكنك التحكم به. ماذا لا اتركنا الان نريد ان نغير. go to go matjari dot you can dot shop هذا الدومين ممل. وخصوصا انه don't get indexed by جوجل والشركات التانية. يعني لا يمكن لجوجل ان يقوم بالاندكسيشن الخاصة به. لذا يجب ان تستعمل دومين خاص بك. غير انه رغم انه غير احترافي سوف اقول لك. الناس لما لما سوف تراك في فيسبوك واي اعلانات تقوم باستعمال هذا الدومين لن تقوم بتذكري اولا ويصعب تذكري وغير احترافي. يجعل الناس تشك. يجب ان تقوم باستعمال دومين خاص بك. وهذا هو الهدف من هذا الدرس. اتركنا نرجع للبلاتفورم. سيجب ان تذهب الى store. وبعدها يجب ان تذهب الى domains. وبعدها ان تذهب الى domains. يجب ان ترى هنا. هناك الطريقة الاولى باستعمال. سوف نقوم باستعمال الطريقة الاولى لربط منصة يو كان مع الضومين لربط المتجر الخاص بنا. مع الضومين الذي قمنا بشرائه. هنا كما ترى يجب ان نقوم بنسخ. سوف نقوم بنسخ. آآ نيم سيرفروان دوت يو كان دوت شوب. تعال معي هنا. يجب ان تضغط على ما تراه هنا. دين ايس سيتنج. كل ما يهمونه هو السيتنج. سوف نقوم بالضغط على ضومين باركينج. لنتجه الى السيتنج. سوف نضغط نختار نيم سيرفر. يقوم باستعمال. آآ سوف يقول سوف يريدون مننا ادخال النيم سيرفر. سوف نقوم بادخال النيم سيرفر الخاص بيو كان. وبعدها نقوم بنسخ النيم سيرفر التاني. ونقوم بادخالي هنا. وبعدها اضغط على سيف نيم سيرفر. مبروك عليك اخي. سوف اقوم باعطائك نصيحة مميزة ليتم ربط الطومين الذي قمت بشرائه مع منصة يو كان بدون اي مشاكل. توقف هنا لعشرين دقيقة. اذهب خد لك كوب قهوة. اعمل اي شيء. شاهد التلفاز وارجع شاهد فيديو على يوتيوب وارجع بعد عشرين دقيقة. نصحك بعد عشرين دقيقة. هذا ما يجب ان تقوم به. الان كل ما سوف نحتاج الخطوة الاخيرة هي ان نضع الضومين الخاص بنا هنا وندغط على اد. سوف نقوم بنسخ الضومين من هنا. سوف نقوم بكتابتي هنا. يمكن ان تكتبه على الشكل التالي مع اكتبه يدويا. ماتجاري. انا فقط اه خفت ان اخطأ فيه. اه لهذا قمت بالنسخ واللسق. سوف بعدها سوف تقوم بدغط اد. علي شور يس. وتقوم بالانتظار. وكما ترى ديس دومين اه انتظر سوف يتم التحميل. كما ترى هنا ماتجاري اس باندينج. بعد قليل بعد خمس دقائق بعد خمس دقائق او عشر دقائق او بالكتير تلاتون دقيقة سوف تجد انه في ريفايد و مبروك عليك. مبروك اخي بعد حوالي خمسة عشر دقيقة قمت بريفريش ووجدت في ريفايد وكما ترى ضغطت على ريفريش مجددا في ريفايد. الان كل ما سوف تحتاج ان تضغط على الضومين الخاص بك بعد ان صار في ريفايد يعني ان تم ربطه بنجاح ان تقوم بالضغط عليه. هذا هو الضومين الذي سوف تقوم بالاعلان له مشاركته مع الناس. كما ترى تم فتح الموقع وهو هذا المتجر الخاص بنا و مبروك عليك و اراك في الدرس المقبل. ان لم تكن مشترك على انستغرام قم بمتابعة على انستغرام. سوف اقوم باضهاري هنا. اه المرجو متابعة على انستغرام. ان لم تكن متابعة تقوم بمتابعة على اه تويتر قم بمتابعة على تويتر. كذلك نفس الشيء لا احتاج ان اقول لك اقوم بالاشتراك على يوتيوب ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ومع متمنيات لك بالتوفيق. واراك لاحقا في الفيديو القادم.